السلام عليكم اسمعوا هالقصة اللي حصلت في بادية الشام وهالقصة صراحة من اجمل القصص فيه شاب هذا الشاب اسمه خلف وخلف هذا اربي يتيم عند احد اعمامه توفي امه ابوه كان صغير وابوه قبل لا يموت كان يعني مريض ووصى احد اخوانه انه دير بالك على خلف وترى هو امانة عندك وفعلا توفي ابو خلف وظل خلف عايش عند عمه وخلف عنده اربع خمس اعمام وعايشين في هالبادية وخيم هالشعر وهالحلال وهالجمال وهذا بدأ يترعرع تحت جناح عمه وبدأ يكبر وهو وابناء عمه وبنات عمه وكان هذا خلف شاب يعني كان اشجع ابناء عمه فارس وشخصية وجمال وهيبة شغلة عجيبة وغريبة لما كبر هذا خلف وصار النسر يوقف على الشارب شاب لاجه من بعيد كل الشباب تهابه هذا خلف يحب له وحده من بنات عمامه وهالبنت هذي اسمها شمسة شمسة هذي تقول له شمس زيحي لأقعد مكانك مو هالقمر الطول الجمال الشعر العيون الشغلة عجيبة غريبة وهذي شمسة كل بنات هالعربة غار منها لشدة جمالها قالت شمسة وراحت شمسة وجدت شمسة وهذا خلف بينه وبين شمسة علاقة حب عذري شريف عفيف نظيف وكان خلف يواعد شمسة بالزواج ولما صار خلف في سن الزواج قام هذاك اليوم كلم عمه اللي رباه وكان في مقام والده قال يا عم أنا والله مثل ما تعرف ربيتي تيم وما عندي اخوان وأنا الآن صرت في سن زواج ودي اتزوج قالوا عمه على بركة الله قال يا عمي أنا ودي بنت عمي شمسة قال ابشر اليوم انكدت جاه على عمك أبو شمسة ونخطب لك شمسة ابشر وفعلا هذاك اليوم يجمع عم خلف هرجال وهالوجوه ويروحون على أبو شمسة وطلبوا شمسة وشمسة كانت ترقص من الفراح وتمت الخطبة على خير وحددوا يوم الزفاف ويوم العرس أو كانت العرب في أيامها مثل ما روينا في القصص السابقة قصص البادية العرب كانت أفراحهم سبعة أيام بلياليين ويقوم عم خلف يسوي له هذاك العرس اللي سمعت فيه كل عشائر البادية أو تزوج خلف من شمسة وعايشين حياتهم من أحسن ما يكون أو هذا عم خلف لما تزوج خلف بناله بيت شعار وطلع له جزء من الحلال اللي كان يرعاه يعني ورث من أبو خلف وكان مخلوط مع حلال عمه لما الرجال تزوج الآن وصار عنده زوجه فتح له بيت وعطاه اللي يلزم وهذا الرجال ما عنده قطع من الشيطان وكان خلف رجال فارس وسقماني وصياد السقماني اللي هو الرجل اللي يتميز بالصيد أو الرماية وهو الهدف متحرك يعني مو يكون الهدف ثابت الهدف لازم يكون متحرك لحتى هذا الشخص يطلق عليه سقماني وكان هذا خلف من أمهر فرسان هالعرب أو هالعشير اللي هو منها في الرماية والصيد وكانوا كل فترة والثانية هالشباب يطلعون يتسابقون بالخيل ويطلعون في رحلات صيد وفي هذاك اليوم قالوا ولاد عم خلف بعد ما خلف خلف يعني صار له حوالي سن زمان متزوج وزوجته حامل قالوا يا خلف ودنا نطلع على الصيد صار من الزمان ما طلعنا ودنا ياك تخاوينا على الصيد قالوا بشرو ما طلبتو شي أو يطلع هذاك اليوم خلف وولد عمه ثلاثة اربعة باتجاه احدى البراري اللي كانوا يعرفون فيها غزلان وفيها حباري وخذوا وكل من خذوا بندقيته وقالوا يا كريم لما وصلوا على هالبريع والمنطقة اللي قاصدينها شبهوا هالنار وشوهوا من هال الصيد اللي صادوه ووجماعة مبسوطين في رحلة هالصيد هذا المسكين خلف قاعد ينظف البارودة تبعيته وإلا تثور البارودة وتطلع طلقة وتجي ابراس واحد من ولاد عمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ولد عم خلف مات في مكانه خلف معدي عرف شنو دي يسوي هذول اللي معاه الثلاثة ولاد عمه أيضا وهذا اللي قتله خطأ ابن عمه الحل الراي قالوا ولاد عمه يا خلف انت من تقاصد تذبح والرجال مياته خلصا من هالدنيا ولا حوله ولا قوة إلا بالله العليا العظيم الراي يا جماعة قالوا الراي نحمل هالرجال على أفرسه وبنرجع على العرب ونبلغهم بالإصار وإحنا ثلاثة شاهدين وبنترجال قاعد تنظف سلاحك قال يا جماعة خاف إخوانه يسوي لي مشكلة خاف يذبحوني قالوا لولا ولاد عمه أبدا اللي يجيك يجينا وفعلا يقومون يحملون ولاد عمهم على الحصان ويرجعون على عشرتهم أو عربهم لما أقبلوا على هالعرب من بعيد وإلا هذا الرجال محمل على الحصان أو راحوا لعند بيت يعني الشيخ شيخ هالعشيرة لما شافوا المنظر وإلا هذا ابن عم خلف مقتول خير يا جماعة شون اللي صاير قالوا والشباب الثلاث أبناء عم خلف اللي صار كذا وكذا وكذا الرجال قاعد يصلح أو ينظف باروده وطلع الطلقة عن طريق الخطأ وجاتب رأس ابن عمه وهذا اللي صار وإحنا يعني مستعدين أن الحل في مين أو للي ودكم يا الرجال قتل ابن عمه عن طريق الخطأ وجماعة يعرفون يعني أبوه اللي انقتل وعمام خلف وهالعراب أنه ما في مشاكل أو عدوات بين خلف وبين ابن عمه اللي قتلوا عن طريق الخطأ بالعكس يحبون بعضهم وجماعة أخويان وأبناء عم إلا أن الأمر اللي حصل قضاء الله وقدر وقام أبو الرجال اللي انقتل قال أنا عافي عنك يا خلف أوه ما ليش عندك أوه روح في حال سبيلك أوه وولدي الله أعطاه وأله خذه أوه هذا المسكين خلف حزين على ابن عمه وكان شخص عزيز عليه جدا وكانه رفاقة على طول وين ما يروح خلف يروح معاه ابن عمه هذا اللي قتلوا وصار خلف وين ما يروح على أي مكان في هالعرب يجلس في مجلس الشيخ يروح له عند أبناء عمه على عمامه دائما يتصور له ابن عمه اللي قتل الرجال يعني صار فيه أزمة نفسية اكره العرب أو المكان اللي عايش فيه أو يجي هذاك اليوم على زوجته شمسه قال يا شمسه أنا والله هالعرب ما عاد لي قعد فيها يا خلف غير بدل أهلي وعمامي شلون دشره وين الروح قال هالبلاد هذي ولا عاد أقعد فيها دقيقة وحدة وين الروح على أرض الله الواسع حاولت شمسه أنها تثني خلف عنها القرار وراحت على أبوها وعلى أمها وعلى عمامها وعلى دعمها وفزعتهم على خلف قالت لهم خلف ودوا يهج من هالبلاد أو يجون ابناء عمه وعمامه عليه يا خلف شنو اللي صير عليك يا رجال أو يجي أبوه للشاب اللي قتلوا خلف قالوا يا والد أخوي أنا عافي عنك وأنت مو قصدك أنك تقتل ابن عمك ولكن هذا اللي حصل الله قدر وما شاء أفعل قال يا عم أنا والله ما عاد لي قعد فيها البلاد هذا المهم حاولوا بشتير بقليل بطويل بقصير قال لهم أنا بهالبلاد ما أظل يقعد وأنا باشر من الصبح هاد البيت ورايح أنا وشمسه قالوا له عاد رأيك وهدايت الله يا خلف ويقوم ويقوم هداك اليوم خلف من الصبح يهد بيت الشعر ويطويه ويحمله على ناقة ويضبضب أغراضه هو وشمسه ويقولون يا كريم أو يمشي أول يوم وثاني يوم ظل يمشيله ثلاث أربع تيام فيها البراري إلى أن وصل إلى إحدى العشائر أو إحدى القبائل العربية اللي كانت يعني مقيمة فيها المنطقة اللي وصل لها خلف سأل وين بيت الشيخ قالوا له هداك بيت الشيخ ويروح ينزل بنى خيمته بجانب بيت الشيخ أو هداك اليوم الشيخ سوى هالعشائر الضيفة الجديدة على العشيرة وعلى هالعرب أو يا حي الله بخلف ويا أهلا وسهلا أو خلف ضبط أموره وبنى بيت الشعر وكان جاي بحلاله معاه وشمس قعدت فيها البيت الشعر والرجال يعني حس حاله أنه ارتاح نفسيا ابتعد عن المنطقة أو المكان اللي كان دائما يشوف فيه ابن عمه اللي قتل وتروح الأيام وتيجي الأيام هذا خلف لما جاء على هالعرب هذي كان بشكل يومي يحضر مجلس الشيخ عادة الرجال قبل دائما في ديوان عند الشيخ وقهوة تيجي هالرجال والشباب والفرسان يبعدون ويسهرون أو يتناقشون أمور القبيلة وأمور الحلال وأمور الديرة أو تالي هالليل كل من يقوم يروح على بيته وعايشين حياتهم هذا خلف كل يوم لازم يحضر الديوان أو المجلس عند الشيخ وكان خلف رجال مثل ما قلنا صاحب عقل ورأي ورجال يعني هيبة وفارس وكان دائما يحافظ على الحضور ما يغيب أبدا عن مجلس الشيخ الشيخ في يوم من الأيام يمر من أمام بيت خلف ويشوف شمسه شمسه هذاك اليوم اهبلت الشيخ لما شاف جمال شمسه كان فيه عقل وطار الرجال بحياته مشايف مثل هالجمال الشيخ لما شاف شمسه وقف فيه مكانه مثل المسمار المدقوق بالأرض إلا أنه انتبع على نفسه وقال لك لا يروح حدا يشوفني أني واقف وقاعد أتفرج على هال المرأة الغريبة امرأة غريبة عن العرب فقام تابع مسير إلا أن صورة شمسه انطبعت في دماغه وما عاد تفارق خياله أبدا وقام الشيخ هذا صار يخطط شلون وده يعني يحصل على شمسه أو أنه يلتقي فيها أو أنه يعني الرجال صارت أفكار تأخذه وأفكار تجيبه والشيطان بدأ يوسوس ويلعب في رأسه يمين والشمال ويقوم هذاك اليوم الشيخ لما اجتمعت هارجال قال يا جماعة ودنا نرحل من هالمكان أو اسمعنا في المكان الفلاني أنه فيه ربيع وفيه مي أودنا ثلاثة أربعة من رجال هالقبيلة يروحون يخمون المكان يشوفون شلون الوضع هناك ومن خلال معرفة الشيخ بخلف خلف كان رجالي عارف في الاتجاهات وأنه ما يتوه في الليل أو في النهار ورجال فارس وصاحب عقل وراي فعدد من رجال القبيلة كل من يقول أنا أروح وأنا أروح ومن ضمن اللي قال وأنا أروح خلف قام الشيخ اختار خلف وثلاث أربعة رجال معاه وقال يا جماعة تروحون تشوفون الوضع هناك ولا تطولون الغيبة وكانت المسافة يعني بين مكان إقامة هالعرب أو العشيرة وبين المكان اللي ودي يروح عليه يروحون يشوفونه يعني مسير نهار روحة ونهار رجع يعني حوالي 24 ساعة وفعلا ثاني يوم من الصبح يقوم خلف وثلاث أربع رجال من هالعرب يركبون خيلهم ويأخذون اسلاحهم وينطلقون على هالمنطقة اللي قال لهم عليها الشيخ والشيخ خلال هالنهار وطول هاليوم بدأ يفكر شلون وده يصل الشمس مرت خلف المرأة الجميلة اللي خذت عقره وهذاك اليوم اجتمع رجال المغرب وبعد ما خلصت التعليلة قام كل مرة على بيته والناس نامت ويقوم الشيخ هذا يشيل حاله ويروح باتجاه بيت خلف ماشي شوي شوي والدنيا ظلام وما في لا إضاءة ولا في كهرباء ولا من يحزنون قاعد يلبد تلبد وهذه شمسة نايمة وحاطة البارودة تحت رأسها شمسة كمان فارسة وبنت على كيف كيفكم هذا الشيخ هو يخترب من البيت يتفشكل أو يتكدوس بإحدى الحبال أو أعمدة البيت وأصدر صوت وتقوم شمسة تقف على طولها تشان نومة خفيف من بالبيت الشيخ هذا عرف أنه المرة حست عليه قالها أنا الشيخ فلان الشيخ العرب اللي انتو نازلين عنده قالت حياك الله حياك الله يا شيخ أمر طال عمرك قال قام الشيخ صار يسأل يعني يسألها إذا محتاجين شي أو ودت شي وزوجت يعني أنا رسلته علشان يشوف أن المنطقة اللي فيها ربيع وفيها مي قالت والله يا شيخ ما احنا بحاجة شي والحمد الله الله كافينا هذا شيخ بدأ يستدرج بالحديث ويتغزل بجمالها وقالها أنا والله شفتك قبل شميوم وصورتش ماهين فارقة خيالي وين منت عركت وين منت وجهت شايفت وحتى في منامي وأنا والله طالب القرب يا شمسة وأنا حاضر للي ودت شمسة هذي اتفاجأت بطلب الشيخ إنه يعني شلون شيخ العرب وكذا جاي على حرمة ضيفة وغريبة عندك بالعرب شمود هتسوي قالت يعني إذا ودي أصيح بهالليل أنه أفزع وإن أفزع ما حدا راح يصدقني وإذا دافعت عن نفسي وذبحته وقلت أنه الرجال مثلا جاي يعتدي علي كمان ما حدا راح يصدقها وخاصة أنه هي امرأة غريبة عن هالعرب وشمسة كانت فتاة ذكية جدا وتخطر على بالها حيلة عجيبة وغريبة قالت يا شيخ أنت رجل ونعم رجال واللي مثلك ما يرد وصراحة أنا أشكرك جزيل الشكر على الشيء اللي عرضته وأنا جاهز اللي يودك ياه ولكن أنا ودي أختبرك وأسألك سؤال إن حليت هالسؤال أو هاللغز فأني صراحة يعني يصعدني إني أكون قريبة منك وأنا معجبة فيك الشيخ لما أسمع كلام شمس طار من الفرع وقال هات يا شمس فقالت شمس أسألك عن غدير الحياة لو جاف وأسألك عن الملح إش دواه لو جاف وعن سطور ماهي بحبر لو جاف أنحصت فيهم العدلة والردية طبعا شمس تقول أسألك عن غدير الغدير هو البير الحياة لو جاف يعني لو يبس وأسألك عن الملح إش دواه يعني شنو دواؤه لو جاف يعني لو فسد هالملح وعن وعن سطور ماهي بحبر لو جاف انحصت يعني اجتمعت فيها العدلة والردية يعني اجتمعت فيها أفعال الفضيلة الأفعال الزينة والأفعال الشينة الشيخ لما سمعها الشعر الرجال احتار وقال يا شمس امهليني الباشر قال اتخذ وقتك يا شيخ اولا حليت اللغز تعال عندي واللي يودك ياه تأخذه قال على طول ويقوم هذا الشيخ رجع ايد من ورا ويد من قدام وبدأ يفكر في حل هاللغز وشنو اللي تقصده شمس راح ما عرف ينام هذيش الليلة او اصبح الصباح وبالنهار اجتمعت هالعرب واجتمعوا وجه هالعرب كل يوم يجتمعون كالعادة في مجلس الشيخ ويقوم الشيخ يسأل هالرجال في هالديوان حفظ طبعا العرب قبل كانت تتحفظ الشعر من اول مرة الان قال قدام الواحد خلاص يحفظوا من اول مرة فقال يا عرب يا جماعة يعني انا سمعت عن لغز او انسألت سؤال وودي جواب له فانشد الابيات اللي قالت هالشمس وقام رجال هالعرب الوجه والشباب الموجودين كل من يرد على قدم ما يفهم وكان في احد الشياب الكبار القرامي اصحاب الحكمة موجود في مجلس الشيخ وقال يا شيخ صاحب هاللغز او صاحب هالسؤال حرم ولا رجال قال لا بالله حرم فتنهد الرجال هذا تشبير ونظر لشيخ نظرة غريبة وسكت وقام هالرجال بعد شوي كل من قام يروح على بيته وما ظل الا هالرجال تشبير وقال للشيخ يعني الشيخ سأله وقال وانت ما جبت على سؤالي فقال رجال الحكيم انا عرف الجواب ولكني يعني ما ردت اني اسورف في الجواب لحتى انه يفضل المجلس واسورف انا وياكب راحتنا وما ودي يكون الا انا وانت فقال له يا شيخ انت معتدي على احد قال الشيخ لا بالله ما اعتديت على حدا وانت تعرفني يا عم بس ليش يعني تسأل هالسؤال انا تعرفني انا لا عادي حدا ولا اعتدي على حدا وانت منتغشيم عني يا عمي قال الرجال هذا الرجال تشبير على كل حال انت قلت انه صاحب اللغز او اللي سألك هالسؤال حرمة وهالحرمة هذه في بيوت الشعر اللي قالت لك اياها تقول لك اسألك عن غدير الحية لو جاف هي تعني اذا راح الحية من الرأس ما لعلاج وشبهت الحية بالغدير غدير المي اللي ما يستغني عنه العراب واهل البادية فاذا جف هالبير راح تموت الناس من العطش ويموت حلالها وقال المثل يا شيخ ان لم تستحي فاصنع ما شئت قال هذه واحدة فقال الشيخ شنو الثاني يا عم قال الملح لو جاف يعني هي تقصد انه الاشياء او المواد اللي نعالجها بالملح مشان ما تفسد وتخرب والملح هو الاعلاج فاذا فسد الملح يعني شنو نعالج الاشياء هذي اللي يعالج هالملح وهي تقصد بالملح تقصدك انت يا شيخ انت تشبير هالعرب واللي يحتكم الناس عندك وجون يقعدون عندك وانت مثال يحتذا فيه فاذا انت يعني منت زين فهالعرب راح تكون ما هي زين مثلك قال والثالثة اللي هي الصطور اللي ما انكتبت بقلم حبر او جاف فهي تقصد اللي يسجل في صحيفة الانسان من اعماله انشانة اعمال خير او شر فشلون ننسى يوم الحساب وكل انسان كتبت سيئاته وحسناته في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة انصدم الشيخ من الجواب وكانت هالاجابة صحوة الضمير الشيخ فندم على الفعل اللي سواه وخجل من فعلته السودة وهالرجال الحكيم هذا بعد ما اجاب على اللغز وسؤال الشيخ قال الشيخ يا شيخ ودك تعلمني منه المرأة هذي اللي سألتك السؤال وشنو الموقف اللي حصل يعني انت اكيد هاي المرأة محاول انك تعتدي عليها او انك يعني لازم انك تسولفني شنو اللي صار فقام الشيخ سولف له السالفة من اولها لاخرها فكان رد الرجل الحكيم قال يا شيخ هاي المرأة بنت اصور وبنت جواد ولاجب عليك انك تعتذر منها وترى زوجها اذا ادري فيها الموضوع ترى ما يرضى غير برأسك فتدارك الامر قبل لا تحصل الكارثة وفعلا يقوم يروح الشيخ في النهار في اليوم الثاني على بيت شمسة ونادى عليها وقال يا شمسة انا رجال مخطي والعذر من الله ثم النج وشنو ودش انا جاهز بس ارجوك يا بنت الاجواد استري علي الله يستر عليك بالدني والاخرة وانا رجال غلطت وندمان واللي ودش ياه انا جاهز قالت هذه شمسة عفو الله عنك يا شيخ واعتبر ان ما صار شي ولا جيتني ولا سألتني ويقوم هذا الشيخ يرجع حاط راسه بالارض وخجلان من شمسة وبعد يوم يومين يرجع خلف على زوجته شمسة وبعد فترة من الزمن شمسة وظلت تتنقع على خلف الحد ما خلته غادر المكان اللي هو فيه عشيرة الشيخ هذا الى مكان اخر وما علمته على اللي صار او العمل اللي قام فيه الشيخ الاجل انها ما تخسر زوجها وعرفت انه الشيخ هذا كان غلطان وعرف حاله انه غلطان القصة فيها الكثير من العبر كانت هذه نهاية القصة حصلت احداث هالقصة في بادية الشام فيه رجال اسمه خليف خليف هذا رجال في بداية الاربعينيات من عمره وخليف متزوج وعنده اربع خمس اولاد وثلاث اربع بنات عائلة كبيرة جدا وخليف هذا رجال بخيل بخيل الى درجة ما ممكن تتصورها ولكن عنده زوجة بعكس سبحان الله زوجته تحب الضيوف زوجة كريمة زوجة اللي بيتها مهولها اي جارة حولها بهالعرب تطلب منها اي غرض اي شغلة ما تردها ابدا ولكن كانت يعني عندها مشكلة مشكلة زوجها هذا خليف خليف لما يشوف اي جارة اي حرمة جاية على البيت تدخل عند زوجته بعد ما تطلع يبدأ خليف يسوي معاها تحقيق وكأنه بحث جنائي وقاعد يحقق معاها متهم ليش جدت وشنو ودها وشنو كذا المهم يعني مكرهها عيشتها وهالمرة هذي تقوله يا رجال يعني جارة جدت طلبت مني اي شغل اعطيها اياها يعني وهذا خليف رجال مصيت بالعرب انه رجال بخيل ومرته كريمة حتى على مستوى لما يجي اي ضيف على خليف ويدخل بيته فمن الطبيعي المرة الكريمة هذي تزود الزاد لما تحط لبان تحط سمن يعني هالخير اللي تقدمه دائما تحط من اكثره بعد ما يروح الضيف هذا يسوي لها عرز خليف ليش مزود السمن ليش مزود الادام ليش مزود اللبن المهم يقوم الساعة عليها اول مرة تقوله يا رجال الضيف ضيف الله ويعني شنود يأكل الضيف يأكل لقمتين ثلاثة وخلاص والباقي يأكلون عجيانك وعجيانك للي ما يعرفها يعني ابنائك وبناتك المهم في سنة من الاسنين خليف هذا نازل هو وهالعرب بطارف احدى القرى في البادية السورية وهذه شنة كانت سنة محل ما فيه يعني ما جيش شته بسيط وربيع ما فيه وخليف هذه شنة ما عنده الا سبع نعجات وخليف احواله ضيقة والعجي هذا يصيح والبنت هاي تصيح وهذا حفيان وهذه ثوبها مشقوق وهذا مهم يلاقي أتش يأكل وحالة أسود من القطران زوجة خليف اسمها منوى منوى هذه صارت تقول لخليف يا خليف خذ لك رأس من الحلال يا رجال وبيعه اشتري ثياب لهالويلات شوف شلون يعني ما عاد عنه ثياب ننبسهم ثياب هم مشقق كلها ودهم حذو أجلكم الله يلبسون برجليهم الأحجار والتراب شلي رجليهم ويقول لها ايه اليوم ايه بشر وهذاك اليوم خليف قدم زنت عليه منوى قال خلاص راح أبيع واحدة من هالنعجات السبعة واجيب لسليت والولادة اللي ودت ياه وضار بهم النية المهم يقوم خليف هذاك اليوم من الصبح ويعزله وحدة من هالنعجات وقال ودي أنزل على القرية هذي اللي قريبة منهم حوالي خمسة عشر عشرين كيلو متر ودي أبيع واجيب لسلي ودت ياه ويقوم خليف يروع القرية وظلت منوى وولاده فيها البيت صار الوقت حوالي يعني قبل الظهر بشوي ومنوى قاعدة يتنظف فيها البيت ودائرة بالها على أبنائها وتقول إن شاء الله يعني متعملين خليف اليوم يجيب لهم المواجيل ويجيب لهم اللباس ويجيب لهم هالشي اللي ناقصهم فيه البيت وقاعدة تقول بينها وبين نفسها اليوم هالولاد راح يمبسطون راح يجيب لهم ثياب جديدة وراح يجيب لهم حذوة وراح يجيب لنا شغلات حلوة إن شاء الله اليوم فيها اللحظات تجي خيالة مقبل من بعيد على بيت خليف وبيت خليف كان مضطرف عنا العرب قربت الخيالة على البيت وإلا سبع خيالة سلام عليكم وعليكم السلام طلعت منوى يا حي الله بضيوف يا أهلا وسهلا تفضلوا قال وين راح البيت قالوا والله قالت راح البيت قريب تفضلوا حياكم الله على الرابعة الرابعة هي القسم المخصص لاستقبال الرجال في خيمة الشعر تفضلوا جاي حياكم الله يا حي الله بضيوف وينزلون هاتجماعة هذول السبعة أربطوا خيلهم ودخلوا على الرابعة وقعدوا قالت القهوة دونكم يا رجال قهوة ونفسكم ويقوم واحد من هارجال يصب قهوة الخويان وربعه شربه وقهوة وقعده وشوي ويرجعون ينادون مرة ثانية على رعيتها البيت يا رعيت البيت راع البيت وين قالت راع البيت قريب راح على المدينة شوي ويرجع إن شاء الله أو هذول الجماعة يقعدوا وقالوا لك يعني خلاص راح يجي راعي البيت وتقوم من وتسحب هالستين وتسنها بحجر صوان وتروح على شبك الحلال وتذبح ذبيحة وتذبح الثانية وتذبح الثالثة وتذبح الست نعجات الحيلة والفتيلة ورزقة خليف ورزقة هالعائلة هذه وتروح تفزع الجارات وتستعير قدور وتستعير مناسف وفزع الجارات علشان يعاوننها على صلخ الذبايح هذه وتقطيعها ما هو ذبيحة وذبيحتين لحتى هي يعني تقدر تقطع بس فيه كمية كبيرة من اللحم فبحاجة الى مساعدة الجارات هذن لما شاف منوى ذبح سجد ذبايح واستغرب يعني ويسولف بينهم وبين بعضهم انه شنه اللي صاير ومنهم ضيوف اللي جايين طبعا الرجال هذول لما شاف تهم منوى الرجال مبين عليهم من خيلهم ومن لباسهم اللي لابسينه لابسين بشوت ولابسين يعني لباس مبين عنهم جماعة انهم وجوه مو هوا ناس عاديين يعني ويقومون الرجال بعد شوي واحد منهم يقول يا رأيت البيت ارخصين احنا ودنا نمشي قالت والله ما تمشون غداكم ترى على النار وراه على البيت ترى هذا هو شوي ويجي او يبعدون الرجال قولك خلاص ما زال الغدع النار خلاص ما عد نقدر نحرك وهالعرب يعني شافت هالدخانة اشتغلت عند بيت خلايف ومستغربين شنو اللي صار عند خلايف اليوم خلايف ما في من العوايد انه والله ذبايح ومن وصفت هالقدور وحطت فيها اللحم وبلشت تطبخ اول هو الغربي ذعذع وريحة الدخان واللحم هذه عبت العرب وهالنسوان البعيدات يعني يشوفن عند بيت خلايف شنو اللي صار عندهم اليوم المهم ما لكم بالطويلة بدأت منوى تطبخ هاللحم وهالبرغل استعارت شوي طبعا جابت من عند جيرانها لانه ما عندها شي كفي عندهم شي بسيط وبدأت تطبخ هالذبايحة الستة وكان فيه نفسه انه لازم لو انه خلايف مماخذ هالذبيحة هذي ولو اني ذابح الذبيحة السابعة لانه رجال سبعة وذبحت ستة خاف انه واحد منهم يزعل او انهم يزعلون يقولك يعني احنا سبعة وحاطينا ست تروس على المناسف هي تفكر يعني بينه وبين نفسها ولكن تقول هذا اللي الله قدرنا عليه وهالولاد مبسوطين ويفتلون حوالي هالقدور وهذا اللي ما سكله قطعة عظم وهذا اللي قاعد يرقص من الفرح عندهم ذبايح اليوم ولحم وقائم الساعة في هالوقت يقبل خلايف من بعيد الرجال جايب معاه بعض الأكياس اللي حاط فيها الأغراض اللي جايبها وهو مقبل على هالبيت يقول هذا بيتي ماهو بيتي يعني يوالله بيتي هاد بس فيه قدور أو نار شغالة ودخخين أو ريحة لحم قايم الساعة عنده شون اللي صاير وهالخيل مربطة قدام هالبيت قرب على البيت ولا رجال قاعدة بهالربعة ولك حيلة منواهية ونسوان هالجيران بلشانات وهذي فايتة وهذي طالعة وهذي تحرك وهذي الضوغ وهذي المهم الخلايف ماهو مصدق يا دوب وصل البيت سلم على الرجال يا حي الله أهلا وسهلا ووده يشوف شين السالفة اندار على المحرم المحرم هذا المكان المخصص للنساء في خيمة الشعر أيضا ووده يعرف شين السالفة ها يا منوى شنو اللي صاير قال والله ما صار شي شوفت عينك جو نضيوف واني حليت مكانك قمت مقامك يا والدة عمي شلون وشنو سويتي وشنو القدور وشنو اللحم هاد قال والله يا خليف جونا ضيوف وقلت لازم اني اكرمهم وذبحت الذبايحة الستة اللي عنا عنعجاتها الستة قال شلون قالت له ذبحت الستة نعجاتها اللي عنا والله اني ازعلانه وحاز بخاطري اني مقصرة بحقها ضيوف قال شلون مقصرة قالت له والله لازم انه يعني لو فيه ذبيحة سابعة علشان ما ننقص من كرامة هرجان قالها بالله شلون قالت له والله هذا اللي جاك يا خليف وقالها ذبحتي هنا الستة ابدا الستة قالت له الستة هشوف الشبك فاضي ما فيه شي ايه هشوف الشبك ولا الشبك ما فيه ولا العجب يا بنت الناس يا كذا ويسحب خليف الخيزرانة ويبلش يضرب منواه اوهين يوجعش وهين ما يوجعش رزقتنا ذبحتيها لضيوف اذ بحيلة شنعجة اذ بحيلة شنعجتين قالها الستة وتقول والله انا مقصرة والله مقصرة انا يخليف اوه هذا بلش وقع لها السرد بهالخيزرانة الحرمة صارت تصيح وضيوف بهالربعة سمعوا صوت الحرمة وهي تصيح وهي تون وتعن من ضرب الخيزران ويقوم واحد منهم ينادي عليهم من وراء الزرب الزرب هذا هو الحاجز اللي يكون بين المحرم والربعة وهذا الزرب مصنوع من اما القصب او عودان البردي عودان البردي هذا نوع من انواع العيدان مثل عيدان القصب اللي يتنمو على اطراف الانهار وينزجون هذا الزرب علشان يكون بمثابة جدار فاصل بين قسم الرجال وقسم الحريم المهم هذا الرجال وقف وراء الزرب وبدأ ينادي على خليف يا رجال يا خوي علامك اش صال عليك اترك الحرمة من وصارت تقول اتركوه اتركوه والله اني استاهل يا بنت الناس ليش تستاهلين وهذا خليف يعني ماسك الخيزران وما هم صلي عني بابنهم قال والله انا استاهل ليش تستاهلين قال والله قاعد يضربني لاني انا ذبح ستة وانت وسبعة ويقول لي ليش مقصر بحقها رجال والله انا استاهل يا ضيوف الرحمان خلوا يضربني استاهل انا اكثر منه هالضيوف هذول لما سمعوا هالكلام جمعا مستغربين جدا وشنو هالكرم هذا العجيب الغريب عند الزوجة والزوج لأ طلع اطيب منها واكرم منها انو ليش ذبحة ستة ليش منتي ذبحة سبعة وجماعة قالوا لك الكرم هذا ما مر علينا لساعة المهم النساء ايضا اللي قاعداتي ساعدا منوى فيها الطبخ ايضا مستغربات من منوى وكلامها هذا خليف لما سمعوا كلام زوجته وزوجته اللي صانت كرامته وارفعت قدره بين الرجاجين وما فعلت تعلمهم وانو ليش قاعد يضربها ويروح يندار على الرجال استحى على وجهه وقال لك يا ولد هي خربانا وخربانا بلوى وابتليناها ويعيننا الله على ما جانا ويقوم يندار على الرجال ويصب لهم القهوة ويا حي الله ويا أهلا وسهلا ولكن بداخله قاعد يغلي غليان المهم صار الغد وداروا الغد الهر الججيل وضيفوهم أحسن ضيافة وقاموا بواجبهم على أكمل وجه وهالولاد تمردغوا وتمردغ باللحم وبالبرغل وكانوا مبسوطين جدا بهذاك الغد اللي من سنين ما شافوا مثل هالعزيمة هاي اللي صارت في بيتهم بعد ما رجال تغدوا وتقهووا ويقومون يركبون خيلهم ويستأذنون من خليف أو الله وياكم رشك بأخيلهم وراحوا أخليف هذا رجع على منوى يا منوى يا بنت الناس انتي قطعتين يعني هذالنعجات اللي دبحتيهم الحيلة والفتيلة والآن ودش تعلميني منين ودش تاكلوين انتي وعجانتش قالت له والله يا خليف الله خلقنا ما ينسانا والله كريم مثل ما أكرمنا هضيوف اللي الله سبحانه وتعالى ما يكرمنا المهم اتروح الايام وتجي الايام وأوضاع خليف صارت قبل ما هي سودة صارت أسود منها قبل وخليف هذا ما عد يعرف شلون وده يدبر حاله ساعة يدين من هذا وساعة يدين من هذا إلى أن في يوم من الايام في هالسنت الممحلة قال يا عمي أنا وده اروح على شي عرب ثاني اروح اصرح لي راعي اروح اسرق اروح انهب وكانت هذي جسنة مثل ما قلنا محل محل والناس اوضاعها صعبة وسيئة ويقوم خليف قالها يا منو أنا ودي اروح اقصد باب الكريم او وشوف الله سبحانه وتعالى شنو ييسر معنا قالت له الله يوفجك يا خليف اودي ربارك معود ولا تطول علينا ويقوم خليف يركب رجليه ويقول يا رب مشي خليف صار يتنقل من عرب العرب عرب يجيه يسأل عن ودكم راعي ودكم حدا يشتغل من قبيلة الى قبيلة الى حد ما وصل هذاك اليوم على احدى العرب او احدى القبائل وسأل قال وين بيت الشيخ قالوا هذاك بيت الشيخ ويروح خليف على بيت الشيخ بيت الشيخ وإلا هالبيت المسوبع بيت مليان رجال مجلس عامر قالق هو قاعد تطوخ وما شاء الله هالمجلس ما فيه مكان تقعد فيه اقبل خليف قول غانمين قول رجال يا حي الله اهلا وسهلا تفضل قاعد خليف في طرف هالمجلس وقال لك خليني انتظر يعني لبينما يفضل هالمجلس واكلم شيخ هالعرب لعله وعسى ألقى حاجدي عنده او اسرح في حلاله او اني يعني الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتي بعد ما قاعد شوي خليف وقال لي يقومون ثلاث اربع رجال ويجون لعند خليف ويسلمون عليه باليد ومصافحهم يا يا حي الله يا أهلا وسهلا طمننا عنك اخبارك علومك الرجال هذا خليف يعني متفاجئ من هالموضوع وما هو عرفان الرجال هذول منهم ورجال كذلك الأمر عرفوا انه خليف ما هو عرفانهم قال ها منت عرفان يا رجال قال الله والله ما أنا عرفانكم قال له الرجال اللي قاعد يكلمه قال له احنا السبعة اللي ضفناك في بيتك قبل فترة ما عرفتنا احنا اللي زوجتك ذبحت لنا ست ذبايح ولما جيت ضربتها وصارت تصيح وضربتها ليش انها ما ذبحت لنا سبعة وترانا من يوم نجينا من عندك لهذا اليوم وسالفتك هذي مستحيل يصير مجلس الا ما نتحدث فيه ونسولف وولادنا ونسواننا عن هالعمل اللي قمت فيه انت وزوجتك وترى هذا العمل ما احد سواه قبلك وهذا تراه فعلا يبيض الوجه ويرفع الراس والله واحنا ترى مرنا شثير وضفنا عرب شثير بس مثل اللي سويته انت وزوجتك ما مر علينا الصراحة وهالناس في هالمجلس مجلس فيه اكثر من مئة رجال كلها مركزة الان على هالرجال اللي كانوا يسمعون وبطيبه وكرمه وعلى هالعمل وعلى هالزوجة الكريمة لأ وجه هالزوج ضربها وشتلها ليش ما اتبعت سبعة انها سقولها قاعدة تسمع وتتفرج وشافوا الرجال بعينهم ويقوم الرجال قالوا ولكن يا رجال ترى كرامتك بدالة ستة عندي بستين وكانوا الرجال اللي حاضرين معاه في هالمجلس يعني السبعة اللي كانوا اللي راحوا لو عنده خلايف موجودين في هالمجلس كلهم والرجال اللي قاعد يتحدث كانوا اكبرهم فقالوا كرامتك من الغنم ستين بدالة ستة قال جزاك الله خير وبيضل وجهك وهذا احنا ما سوينا شي ما قمنا ألا بالواجب ويقومون يشيمون الرجال الثانيين وكل من صار ينادي ويقولوا انا كمان كرامتك عندي بستين وانا كرامتك عندي بستين والسبعة هذول كل واحد يعطيه من حلاله ستين راس من الغنم او طبعا الرجال هذول كانوا من وجهاء هالقبيلة واغنياءها وكل واحد عنده خير من الله الشيخ لما اسمع هالحديث وعن كرم وجهاء قبيلته فقال لك ما هي حلوة بحقي يعني انا كمان اني ما اكرم هالرجال رائع الفعل الزين والرجال اللي رافع راس ربعه وراس قبيلته والسمعة الزينة لا بالله انا لازم اكرمه ويقوم الشيخ يقف وسط هالمجلس ويقول كرامة هالرجال عندي بمية راس من الغنم مع رعيان اثنين ويقوم الشيخ قال اليوم العشاء على جاه هالرجال راعي الكرامة والكرم والجود والشهامة او يدبحون الذبايح هذاك اليوم على شرف خليف او هالعشيرة كلها التمت هذاك اليوم في مجلس الشيخ وتعش وهذاك العشاء وخليف يمضي ثلاث ايام في هالقبيلة يغدى عند رجال ويعش عند رجال ثلاث ايام بلياليهن لما انقضى الثلاث ايام في النهار الرابع قال يا جماعة ارخصولي الدير اطلبتها لها وانا امترك وراي عيالي وزوجتي ودي ارجع لهم قالوا ارخصتك معاك وبيض الله وجهك والله انك راعي اولة وفعلك هذا ما حد اسبقك عليه ويقوم خليف هذاك اليوم يسوق الحلال مع الرعيان الاثنين وينطلق باتجاه ديرته وكان خليف وده وقت حوالي عشرة ايام خمسة عشر يوم لحتى يوصل بيته وديرته وهذاك اليوم منوى واقفة الظهر قدام هالبيت والدنيا حراقي شمس مهي ملاقي كسرت خبز في البيت وتقول يا رب يا رب الرزقة وتلتفت يمينها منوى وقالها تشوف من بعيد اغبارها جاية من بعيد عجاجة وكأنه يعني كمية كبيرة من الحلال يقولولها شلية غنم وشلية هالغنم هذه مقبلة على بيت خليف الا انها بعيد ومهي قدران تميز الاشخاص اللي معاه يعني شافت من بعيد في اشخاص اثنين والثالث ماشي بطرف هالحلال شوي شوي بدأت تتقرب هالغنم وإلا هذا خليف ومعاه رجال اثنين لا قتلهم يا اهلا وسهلا يا حي الله بخليف ها شنو قصة الحلال هذا منهم الرجال هذول اللي معاك هي فكرها انه يعني هذولا ممكن يكون تجار حلال او عرب راحلين وسايقين حلالهم الى منطقة ثانية قالوا لها يمن وهذا رزق من الله قالت له ادري رزق من الله بس شنو الحلال هذا ولمن قالها هذا الحلال لي من اي ان جبت الحلال يا رجال خاف انك نهبت خاف انك سرقت خاف انك يعني الحلال هذا مهو انك يعني استغربت من هالكمية الكبيرة من الحلال يعني قالها هذا رزق من الله والله يرزق بدون حساب قالت له ادري يا خلايف الله يرزق بدون حساب بس علمني شنو السالفة قالوا لها تخبرين الرجال السبعة اللي جووا لعنا على البيت قالت له ايوه وقالها اللي ذبحت لهم اني سبع ذبايح واكرمتهم هذاك اليوم قالت له ايه قالها الله كتب واني قابلتهم في قبيلتهم واجي معا اكرموني كل واحد بدال الستة اللي ذبحت لهم اياهن بستين راس وطبعا يقولها اللي ذبحت لهم اياهن اني ما يقولها اللي ذبحتيهن انتي فقالت له منوى شوف يا خلايف انا قلتلك من قبل الله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب وخصوصا الكريم الكريم الله يرزقه لا اكرم ضيفه وقامه بواجبه وشوف يخليف يعني شلون الكرم وشلون الله سبحانه وتعالى رزقنا بسبب كرمنا وجودنا على هالضيوف فقالت له دير بالك من هنا وهيش خل السكين شغالة وحادة ولا جاك ضيف لا تقصر قالها ما عليش ولا يهمتش ويقوم خليف اي سنة الستين بحجر الصوان يحطها على جنب يستنى يجي ضيوف يجي حدا المهم العبرة من القصة الكرامة بالصدور ما هي بالقدور ولا جاك ضيف اكرمه واذبح له ولكن لا تقصر بحقه ولا تسرف لانه المسرفين اخوان الشياطين القصة لرجال ينقال له علي ابن صقر علي ابن صقر رجال في منتصف الاربعينيات من عمره خمسة واربعين ستة واربعين سنة ويعيش في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية وعلي رجال متزوج وعنده عدة ابناء وبنات ولكن احوال علي المادية احواله سيئة في الفترة الاخيرة السبب انه هذا علي كان عنده شوية حلال وقام صار بديه يشتغل بالتجارة ولكن هو ما عنده الخبرة الكافية بالتجارة بالبيع والمشترة فشاف لك الناس التاجر وشوف التجار انه من الاغنياء فقال لك يعني خلني اتاجر انا وممكن اني اصير غني من باب تحسين المعيشة واحوال عائلته وفي هذاك الوقت يعني ما كان فيه سيارات ولا كان فيه كانت التنقلات على الجمال والقوافل التجارية ايضا والتجارة هذه كلياتها على الجمال المهم علي باع الحلال اللي عنده شوية حلال شمشات وشمعنز وخلوا عنده ذلول اللي هي الناقة اللي يتنقل فيها من بلد الى بلد او من قرية الى قرية لانه هذه مهمة جدا وما يقدر يستغني عنها فيه تنقلاته بعد ما باع حلاله علي وصار يشتغل فيه التجارة يشتري من هذا ويبيع هذا وبدأ يعني يخسر لانه ما عنده خبرة بالتجارة والتجارة ودها واحد قلبه قوي ودها واحد يتصيد الشروات مو والله اي شيء يعني تيجي تشتريه انت فيه شيء ممكن يمشي بالسوق فيه شيء يكسد عندك ما ينباع فهذا المسكين علي يوم ورا يوم صار يخسر وصار يتراجع وكان عنده شوية فلوس الفلوس هذه يعني راح ثلاث ارباعها قام عليه يتبع طريقة صار يقص راس ويركب راس يعني فلان له دين عليه يروح يتدين من شخص ثاني ويسد فلان هذا وكذلك الأمر الشخص اللي تدين منه عشان يسد هذا الرجال بس يطلبه الدينه يروح ايضا يتدين من شخص ثالث ويسد هذا الرجال وكذلك الأمر صار يشيل راس ويركب راس والديون بدأت تتراكم عليه وهذا يطلبه بمبلغ وهذا يطلبه بمبلغ إلى أن صارت أحوال علي في الحضيض أحواله سيئة جدا والتجارة اللي بلش فيها خسر كل شي وصارت الديانة تطلب علي الناس كل يوم تيجي تدقها الباب على علي يا علي ودنا فلوسنا ويا علي ودنا مصارينا ويا علي ليش انت سويت هيت وعلي معدي عرف حاله شنو ودي يسوي ومن ضمن هالأشخاص اللي يطلبون علي دين شخص ينقال له عبدالعزيز بن جربوع عبدالعزيز بن جربوع هذا رجال كل شي ولا أنك تدين منه ويضلله عليك شي يسود عيشتك هذا عبدالعزيز بن جربوع كل يوم والثاني ناشب العلي بن سقر إن كان بطريق إن كان في مسجد إن كان في السوق وين من شاف علي ودي فلوسي وكان المبلغ اللي العبدالعزيز مبلغ بسيط يعني ما هو حرزان إنه يعني على الروحة وعلى الجائعة وكل يوم والثاني والصبع والمغرب وبالليل وبالنهار هذا من الشفريق علي وين من شاف وما يوفر أبدا يا علي ودي فلوسي ويا علي وأنت ضحكت علي وأنت تدينت مني وأنت كذا يقول له يا رجال دينتك على هوا ديون الناس الثانية والله ولا شي يا رجال بس أنا ما نماشى لحقك ولكن أصبر علي شوي لعله وعصى الله سبحانه وتعالى يفرجها علي وأسدلك هالدين بس والله يا رجال ما عندي أو هذا ما يوفر أي فرصة أبدا ناشبله في كل الأوقات ومسود عيشت علي والناس هذيك الهدين وتجي تطلب علي بس مو مثل عبدالعزيز بن جربوع وهذاك اليوم علي بن سقر ماشي فيها السوق وقدامه اثنين ماشين رجال كبير في السن ورجال في منتصف الخمسينيات ماشي معه هذا الرجال الكبير وعلي ماشي وراءهم هذول الجماعة قاعدين يتحدثون الرجال الخمسيني قاعد يشكي للرجال الكبير ويقول له والله حالي صعب وما عندي شي وعلي ديون وعلي كذا فبظاهر حالة هالرجال مثل حالة علي بن سقر وبدأ علي بن سقر يقرب منهم شوي وده يشوف شنو يعني هالرجال الكبير هذا شنو عنده علوم شنو عنده سوالف الرجال اللي قاعد يشتكيل سوء الحال فقام الرجال الكبير هذا ويقول كم بيت شعر للرجال هذا اللي قاعد يشتكيل قاله تغرب من الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد فإن قيل في الأسفار ضيق وشدة وقطع الفياف واقتحام الشدائد فموت الفتى خير في تحسين معيشة لأنه ودي يصد الديون للناس هذي اللي طالبته بالليل وبالنهار وصار بعض الأوقات يجي بوقت متأخر يجي متخفي على البيت علشان ما حدا يشوفه لأنه الدين صراحة صعب جدا كل شيء ممكن يعني يتقبله الإنسان إلا أنه الدين يسود عيشة البني آدم فهذا المسكين بعد ما اسمعها الأبيات وصار يفكر أنه بالسفر يسافر له على بلد ثاني ويقوم هذاك اليوم بهالليل يطلع ينام على سطح البيت سطح المنزل اللي عنده وهو بين نايم بين قاعد ويسمع واحد ينشد أبيات شعر كمان الثاني هذاك يعني يجار له قاعد على هالسطح وقاعد يغني وينشد من أبيات هالشعر فشنو قال هذا الرجال قال لا خير في ناس هلاكة وذلان ما يطرحون أرقابهم بالمهافي أما تجي بعقود وحصن مرجان وأن عاظبت لعلها للتلافي هنا علي حط براسه فكرة السفر وقال له خلاص أنا مسافر مسافر وهالبلاد ما عد أقعد فيها ساعة إلى أن أرجع ويكون معاي فلوس إن شاء الله الله يوفقني وأسد هديون اللي علي وهذاك اليوم هذه الليلة علي ظل كل الليل بين يعني يفكر وين ودي يسافر ومع مين ودي يسافر كان عندهم في هذاك الوقت قافلة تسافر من القصيم إلى العراق وكان موعد القافلة هذه قريب أبو يومين ثلاث وتنطلق هاي القافلة وبما أنه علي اشتغل في التجارة فكان عنده موعد بعلوم القوافل إيم تتروح وإيم تتجي فأنه هذاك اليوم وقال بإذن الله أنا مسافر مع هالقافلة هذه ويصحى هذاك اليوم الصبح متأخر قعد على حرارة الشمس ما قعد على صلاة الفجر وقام صلى الفجر قضى ونزل على هالبيت وسواله فنجال قهوة وصح صح وبدأ يفكر شلون وده لأنه الناس هذول اللي طلبون ديون لعرفوا أنه علي خارج البلد يقول لك ممكن أنه هرب أو يعني ما وده يدفع الديون هذي ويقوم علي هذاك اليوم يصطحب واحد من أبناء عمومته وأقاربه وواحد من أصدقائه ويروح يفتل على هالناس اللي إله ديون عليه وفعلا كل ما يجي علي والأشخاص اللي معه الاثنين لعند كل واحد من الناس اللي إله دين عليه يشهدهم يقولهم على ما تشهدون هالرجال هذا له علي كذا وكذا دين صح يا فلان يقول لا صحيح إن شاء الله جاي أنك تدفع لي يقول لا ولا ما يجا يدفع بس جاي يشهد هالناس علشان ما يضيع حقك ويسجل الديون هذي هالأرقام يسجلها عنده علشان ما ينساها ويحصي المبلغ بشكل كامل ويفتل على الناس كل هذي يمضي هذاك النهار من الصبح إلى المغرب وهو يفتل على الناس وخصوصا الناس اللي يقولهم المبالغ الشبيرة يعني مو مثل عبدالعزيز بن جربوع عبدالعزيز بن جربوع له مبلغ تافه يعني ما ينحش فيه ولكن الرجال هذا ما ظل عنده يعني حق أجل العياله والأهل ما ظل عنده وهذاك اليوم ما مر على عبدالعزيز بن جربوع وهو ما هو ناسي طبعا لأنه هو اللي مسود عيشته فقال لك لا جيت وسديت هالمبالغ التشبيرة أكيد راح أسد عبدالعزيز بن جربوع والناس اللي لهم مبالغ صغيرة المهم ويقوم علي يضبط أموره ويجهز الذلول اللي هي الناقة اللي يركب عليها وينتظر موعد القافلة في اليوم الثاني ويروح على المكان اللي تجمع فيه هالتجار والناس اللي يودها تمشي فيه القافلة وكانوا يتجمعون علشان الناس كلها تمشي سوا ومن ضمن هالناس المتجمعة واللي بانتظار انطلاق القافلة علي بن صقر هو فيه الانتظار ويجيه من غاد عبدالعزيز بن جربوع عبدالعزيز بن جربوع لما شافه علي الرجال حاط الشر بين عيونه وماسك له عصايا يقولولها العجراء وماسك هالعصا وجاي باتجاه علي ويقول اعود بالله من شر الشيطان الرجيم اعود بالله من الشيطان الرجيم الله يشفينا شرك يا عبدالعزيز يا بن جربوع والله يمضي هالساعة والنهار على خير ويقوم يقرب عليها علي قبل لا يوصل لعند الذلول سلم عليه بابتسامة يا حي الله أهلا وسهلا بابن جربوع كيفك اخبارك علومك قاله والله علومي ما هي زينة خير يا بن جربوع قاله والله يا علي انت مسافر وانت الظاهر انك ودك تاكل الدينة هذه اللي عليك يا رجال وحد الله اني مسافر يعني علشان ودي اروح اترزق الله واجي اصدكم وديونكم وانت وانت يا بن جربوع دينتك ولا ما هي مستاهلة يا رجال كل هالقد قاله اسمع والله ما تحرك اللي تدفع لي هالدينة والله ترى تشوف شي ما يرضيك ولا الله خلي هالعجرة تأكل من جلدك يا رجال شا تقول وحد الله انت شنو صار العقلك قاله هذا اللي جاك طبعا السؤال في يعني علي ابن صقر خذ عبد العزيز بن جربوع على جنب شوي علشان لا يسود وجهه قدامها رجال وقدامها الناس على مبلغ تافه المهم قام علي قال العبد العزيز بن جربوع قاله يا بن جربوع شوف انا والله ما حيلتي اللي هالبشت اللي يلابسه الان علشان ما انحرج وتحرجني قدامها الرجاجي الهادي راح يعني انت تكفي وتمشي لك خمس ست خطوات واقوم انا اصيح عليك انا ديك اقول لك يا بن جربوع تقول لي تلتفت علي وتقول لي امر واقوم انا اقول لك هذا البشت وده لها لي وهذا البشت حلال زلال عليك بدال هالدينة وكان وكان حق البشت اكثر من الدينة اللي العبدالعزيز بكثير بس قال لك يا عمي خلاص الرجال خلوا يتشفيني شره ولا يسوي لي مشكلة الان انا ودي اسافر وعازم على السفر وخلاص يعوضني الله من هالبشت او فعلا ولكن عبدالعزيز بن جربوع ما هو يعني واثق ماسك العصايا من من نصها والرجال حاط الشر بين عيونه فقال لك راح امشي خمس خطوات والسادسة السابعة اذا ما نادى علي تراني من دار عليه ويا ذبح يا مذبوع الرجال يعني خلاص وفعلا يقوم يمشي له اربع خمس خطوات ويقوم ينادي عليها علي يا ابن جربوع قال علامك قال يا اخوي هذا البشت وصلوا لها لي قال ابشر تم ويجي ياخذ عبدالعزيز بن جربوع البشت من علي ويرجع يروح واستده بدالة دينة وهذا علي يركب الذلول ومشي معها القافلة هذاك اليوم وتيسروا باتجاه العراق وتروح الايام وتجي الايام الى ان وصلت هالقافلة الى العراق ووصل علي ابن صقر بخير وسلامة الى العراق وشنو ودي يسوي الان علي شنو ودي يشتغل شنو يعني في ناس وراه تطلبوا ديون وفي عائلة وفي ابناء وبنات والرجال متغرب المهم علي ما عنده ما يملك الا هالذلول اللي يركبها ويقوم علي هذاك اليوم يبيع الذلول في سوق الحلال ويشتري بدالها عدد من الاغنام وقال لك ودي ابيع واشتري والسوق هنا مبين انه احسن من السوق في القصيم اول وعسى الله صغرم بدال الذلول وقال يعني انا ودي اخذه معاي قال ابشر نعطيك اجارك وخذ حلالك معاك او فعلا ينطلق علي ومعاه بعض الرجال والتاجر صاحب الحلال هذا باتجاه الشام بعد مرور عدة ايام وليالي وصلوا الشام والتجار خذوا حلالهم وباعوه ويقوم علي يبيع الحلال هذا اللي له في الشام وكان في فرق بالاسعار شاسع جدا بين الشام وبين العراق ويقوم علي يعني باع مبلغ ما كان متوقعه ويشتري بعض البضاعة اللي مهم موجودة في العراق ويرجع بها الى العراق وكذلك الامر باعها باسعار ايضا خيالية تجارة والله سبحانه وتعالى مبارك بالتجارة وصار علي يشتغل بين الشام وبين العراق يشتري حلاله من العراق ويروح على الشام صار الحال ومع هالقوافل التجاريين انطلق مع هالقافل وين في قافلة ماشية يشتري شوية حلال وينطلق على الشام يبيع بالشام ويرجع يجيب البضاعة اللي مه موجودة في العراق ويرجع يبيعها باسعار عالية وعلى هالمنوال وتروح الايام وتجي الايام الى ان علي صار من التجار المعروفين في العراق وتزوج هناك الرجال وكان يرسل بعض الاموال الاهله عن طريق بعض هالقوافل التجارية وهالناس اللي تجي من القصيم الى العراق كان يرسل لهم مصاريفهم علشان يقدرون يعيشون في القصيم بما انه ما عندهم حدا يقدم لهم او حدا يشتغل ويعيشهم المهم علي فيها ذاك الوقت كان فاتح بيته ومجلسه للرايح وللجاي وخصوصا للناس والتجار اللي تجي من القصيم ونقدر نقول من شبه الجزيرة كاملة من دول الخليج اللي تجي كل هالناس تجي الضيف عند علي بن صقر والرجال ما هم قصر مع هذا وصار من اشهر التجار في المنطقة نرجع لعبدالعزيز بن جربوع عبدالعزيز بن جربوع الرجال ساءت حاله في القصيم وما عندي يلاقي اتشي ليأكله ويقوم هذاك اليوم قال لك والله ما لي الا اني اروح على العراق طبعا كانت علوم علي بن صقر وصلت القصيم والناس تتحدث باخباره والرجال الله اغناه واعطاه وصار تاجر مشهور ومعروف والناس تسولف ما تخلي بزين وبشين فدائما نسوي زين علشان الناس تسولف فيه المهم يقوم يروح عبدالعزيز بن جربوع على العراق ولما وصل العراق الرجال لا وراه ولا قدامه وما عنده شي قال لك يعني ممكن فيه العراق ممكن اتاجر ممكن اشتغلي شغلة اشتغلي عملة الى ان حاله في العراق صار اسوأ من حاله في القصيم ومو عرفان حاله شنو دي يسوي وطبعا يسمع هو علي بن صقر انه صار من الرجال المشهورين والتجار المعروفين ورجال عنده خير من الله ولكن ما فعل اللي يروح على مجلس علي بن صقر قال لك يعني انا على هزوات السودة اللي سويتها معاه وحراجت الرجال وقلت له والله بهالعجرة اخليها تاكل من جلدك وشلحت ولبشت وقت اللي يمشي فما لعين يروح ومن خلال هالناس اللي تروح وتجي على مجلس علي بن صقر اسمع انه عبدالعزيز بن جربوع موجود في المنطقة فقام الرجال ارسل احد العمال اللي يشتغلون عنده قال له تروح تشوف لاخبار عبدالعزيز بن جربوع الظل تسأل عنه لحد ما توصله ولا وصلته قول له علي بن صقر يريدك في مجلسه داعيك للمجلس قال تم ويلو هذا الرجال يبحث ويسأل الى ان وصل الى عبدالعزيز سلام عليكم وعليكم السلام قال يا اخوي انت عبدالعزيز بن جربوع قال اي بالله نعم قال فيه رجال داعيك على مجلسه وطالبك بالحال من قال له رجال ينقال له علي بن صقر قام عبدالعزيز قال له روح علم علي بن صقر قول له ما هو بجايك قال له ليش قال له لا رحت وبلغته هالكلام هو يعرف ليش عبدالعزيز ما فعل يروح قال لك انا ترديت بالرجال وسويت ردة معاه فقال لك يروح يتردة مثل ما ترديت فيه قال لك ما اني رايح راح المرسال هذا الرجال وصل العلوم العلي بن صقر وقال له والله الرجال ما هو جاي قال طيب خلوا على كيفه ويقوم علي بن صقر يروح هو وبعض الرجال اللي هم بعض شركاه والعمال اللي يشتغلون معاه وراه على الخان المتواجد فيه عبدالعزيز بن جربوع لما وصل على الخان وين خوينا وين عبدالعزيز وين بن جربوع وين كذا عبدالعزيز في الداخل سمع الصوت وعرف انه هذا علي بن صقر وحاول انه يطلع وصد عنه على اساس انه مهو عرفانه يا حي الله يا اهلا وسهلا هلا بخوي عبدالعزيز اخبارك وعلومك اشوفك بهالديرة المهم هذا الرجال عبدالعزيز خجلان على حاله ومهو عرفان شلون ودوا يقابله الرجال بعد اسوات السودة اللي يسواها معاه ويقوم علي بن صقر ياخذ عبدالعزيز معاه على المجلس ويكرمه ويعزم هرجال على جاهه ويا حي الله ويا اهلا وسهلا بابن الديرة والرفيق العزيز والصاحب الزين ويأهل ويسهل بعبدالعزيز وكان عبدالعزيز فيها ذاك اليوم لابس ثياب ام شققه واحوال وسيئة يعني يمبين عنه رجال الدنيا جائرة عليه ويقوم علي بن صقر ويقول لهم ودي كسوة لهالرجال من العقال لنعال اجلكم الله ويجبون هالكسوة زينة ويلبس هاللباس الزين وهاللباس الجديد وعبدالعزيز الان معده عبدالعزيز الاولي والمثل يقول لك لبس العود يجود والرجال هذا عبدالعزيز كان رجال يعني ولكن الزمان جار عليه ويقوم بعد ما طيب خاطره علي بن صقر وارجال ارتاح وخذ نفس وعرف انه الرجال ما ترد معاه مثل ما هو سوى معاه قبل ويقوم علي بن صقر ويشيل صرة فيها مبلغ من المال ويزيتها على عبدالعزيز بن جربوع وقال له هذا المبلغ هدية مني لك يا عبدالعزيز وارجع لهلك وهذا المبلغ يكفيك انك تسوي تجارة وتعيش انت واغلك وعيالك وكأنه حال علي بن صقر يول واحسن الى من اساء تكرم وان زاد بالاحسان منك تمرد وحب الذي عاداك ان رمت قتله فاني رأيت الحب اقتل للعدى العبرة من القصة علموا ابناءكم الرد على الاساء بالاحسان وليس الرد على الاساء باساء فشوفوا وشلون الرجال هذا علي بن صقر بعد ما حاول انه يسيئله عبد العزيز بن جربوع قبل الا ان الرجال اثر انه يردله بنفس الاساء بالعكس جابه لعنده واكرمه واعطاه واكساه من عطى رب العالمين وما رد عليه بالاساء مثل ما عبد العزيز بن جربوع قصة اليوم هي عن شخص اسمه ابن الذيب هذا ابن الذيب يعني الامكانيات اللي عنده عنده امكانيات خارقة تفوق اه التصور العقل البشري العادي يعني يعني المعروف انه قصاصين الاثر او لقاقين الاثر في بعض المناطق يقولولهم يحتاجون الى اثار اقدام اثار دوليب سيارة اثار لحتى يستدلون يعني قدمك يدل عليك اثرك اللي تدوسه انت على الارض هو اللي يدل عليك ولكن هذا الرزل عنده امكانيات خارقة جدا حتى على مستوى تخيل انه اذا شاف يعني في منطقة ما شاف دعسة قدم او اثر قدم لاحد الاشخاص يقدر يحدد من خلال دعسة قدم هذا الشخص من اي قبيلة مثلا انه هذا الشخص جبوري هذا الشخص شمري هذا الشخص من خلال دعسة القدم وحتى من خلال يعني مثلا اذا صارت مشكلة وصار في جرحة وكذا يقدر هذا الشخص اذا وصل الى منطقة المنطقة اللي صار فيها مشكلة وشاف نقطة الدم وتذوق النقطة هذه يقدر يحدد الشخص من أي عشيرة ومن أي قبيلة يعني إمكانيات تفوق الخيال قصصين الأثر اللي ما يعرف قصصين الأثر تستخدمهم الدول وخصوصا الدول العربية لحل الكثير من الجرائم والأمور المعقدة اللي يصعب حلها على الاستخبارات وعلى البحث الجنائي وعلى القصص هذه وكلياتها فلا حد الآن إلى حد اليوم اللي نتكلم فيه في هذا الفيديو الكثير من الدول ومنهم مثلا في السعودية في أكثر من قصاص أثر تستعين في السلطات لحل كثير من المشاكل وجرائم الغامضة اللي يصعب حلها يعني بعد معاناة وكذا فقصصين الأثر هذول يحلون المشاكل لهذه كلياتها مثل ما قلنا قصصين الأثر هما ينقسمون إلى قسمين قسم يحتاج إلى أثر لحتى يستدل على الشخص اللي يبحث عليه ومثل هذا ابن الذيب هذا ابن الذيب ما يحتاج إلى أثر يجيبك وين ما كنت مسافة الطريق فقط لا غير وزيادة عليه قصاصين الأثر وحتى أنا لي فيديو نزلته قبل هذا الفيديو تحدثت فيه عن قصاصين الأثر تخيل أنه قصاص الأثر يقدر يحدد من خلال الأثر اللي يشوفه أو أثر الأقدام يقدر يشوف أو يعرف أنه إذا كانت مرأة يقدر يعرف أنه هاي الأمرأة هل هي متزوجة هل هي بكر هل هي حامل هل هي مثلا إذا كان رجل وإن كان زلمة كبير ولا شب ولا يشوف إلى درجة وين يقدرون يحددون الناقة هل هي مثلا محلوبة الناقة ولا ميه محلوبة ولا عورة ولا يعني قصص قصص شيء غريب يعني حتى في الأفلام الأفلام الأمريكية مثلا نشوف إحنا يجبون أنه يقدرون يعرفون المجرمين عن طريق بصمات أقدامهم فقصاصين الأثر هدول قصة يعني عجيبة وغريبة وعندهم إمكانيات رهيبة جدا المهم مالنا بالطويلة بس حبينا نعطيكم فكرة عن قص الأثر أو لق الأثر والأمور هذي حتى في أحد الدول في شرق الأوسط عندهم فرقة خاصة بقص الأثر المهم قصتنا احنا مالنا بالطويلة القصة تحدث عن أربع أشخاص ثلاث أشخاص من أبناء القبائل من سوريا ومعهم شخص من العراق القصة حصلت في عام يقولون في عام 1975 في البادية السورية هذول الأربع أشخاص مهربين طبعا والمهربين مثل ما تعرفون في صراع أزلي مع الحكومات خارجين عن القانون معروفين يعني المهربين فهذول الأربع أشخاص جايين من العراق ودهم يدخلون باتجاه الأراضي السورية عن طريق البادية حصل بينهم وبين الحرس العدود العراقي اشتباك وقدروا ينهزمون من الحرس العدود العراقي وكان فيه سيارة انتظارهم في الداخل السوري يعني السيارة هي مكبات جيمس بيك أب جيمس البيك أبات هاي معروفة بقوتها وسرعتها في ذلك الوقت كانت منتشرة جدا في عام 1975 الجيمس وما أدراك ما الجيمس فركبوا سيارتهم هذولا مع الشخص اللي منتظرهم وركبوا السيارة وصاروا داخل الأراضي السورية في البادية في منطقة يقولها الملح فبعد ما دخلوا الأراضي السورية وصارت عليهم الدنيا الظهر شافوا لهم رائي من بعيد قالوا لك خلينا يعني نصارمهم جوع قالوا لك خلينا نريح نشترينا ذبيحة من الرجال وناكل وفعلا جاولوا عند هذا الرائي وقالولوا لهم دني ذبيحة قالهم اي والله عندي ذبيح فباعهم ذبيحة دفعولوا حقها وابعدوا عنه تقريبا اثنين ثلاثين كيلو متر وبلشوا وصلخوا هذبيحة وبلشوا يشوون وياكلون ولا جايهم شخص كمان من جهة يعني من تجاه الراعي يفكرون انه هو الراعي هذا طبعا هذول دائما في حالة تأهب لأنهم مطلوبين اثنين منهم مطلوبين اعدام يعني مهربين مطلوبين فدائما عندهم واحد من الاشخاص هذول يظل يراقب المحيط فلما قرب عليهم الشخص هذا قالوا تركوه خلي يقرب شافوه انه موهم سلح قالوا خلو يقرب لما قرب لعندهم جي لعندهم السلام عليكم تفضل حياك الله يغد معاهم يأكل معاهم قالهم تعزموني على ذبيحتي ذبيح تكمي ذبيح تكمي ذبيح تكمي ذبيح احنا اشتريناها ودفعنا حقها للراعي هذالك الراعي دفعنا له حقها قال الله الراعي مخربط بالذبيح ومعطيكم من حلال موه من الحلال اللي للبيع قالوا والله عاد احنا هذا موذن بن عاد والله حياك الله شنو ودك احنا جاهزين يا اخي ودك فلوس ودك يا ودي ما ودي هذا الرجال شايف حاله وهذا هو الاربع رجال ومسلحين بدججين يعني بيدوا جناء هذا يخبط الجناء على الارض ويطر الشطراب على هاللحم وعالهز هذا جاء يأكلونه قاموا فكوا الجناء منه وقالوا له يا عمي اتشفيني شرك يا رجال وشو ودك نعطيك يا عمي اعتبرنا خطينا اعتبرنا لا الرجال هذا ما يفعل يعني يعني ناوي على الشر فقاموا وطردوه وقام واحد منهم فك منه الجناء وزدته بعيد وقام راح شال الجناء وهو شال الجناء يصار يسبسب عليهم ويحاتي عليهم كلام طالع نازل فقام واحد منهم عليه كسر له ايده وقال له على حزينة فل وشفيني شرك يا رجل فقاموا هذول ضبوا عدتهم وركبوا سيارتهم ومشو الرجال هذا مباشرة راح اشتكى عليهم لسلطات المحلية لسلطات السورية بعد ذاك الوقت لما راح اشتكى عليهم وعطاهم المواصفات طبعا في تنسيق بين حرص الحدود والسوري وحرص الحدود العراقي وهذول الاشخاص مطلوبين فلما اعطاهم المواصفات قالوا هذول هم المهربين فلان وفلان 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 يركبت هنا تركب دورية جيمس كمان كمان الدوريات كان عندهم كبات جيمس السلطات بهذاك الوقت يركبون سيارتهم ويجيبون معاهم ابن الذيب ابن الذيب هذا اللي يعني بعد ما نصرد حداث القصة يعني تحس انه هذا الرجل مخاوي الجن مخاوي شياطين يعني كأنه رادارات رادارات اقمار صناعية اتراقبك وين من شن تيجيبك هذول الجماعة بعد ما ضبوا لعدة تبعيتهم ومشوا باتجاه بادية تدمر حوالي 60-70 كيلو متر ووصلوا الى مكان يعني يتزودون بمي بوقود بانزين كذا لها السيارة ولا يشوفون دوريتها شرطة جاية من بعيد شافوها عرفوا انه في حد متعقبهم او فقاموا ورشبوا سيارتهم ومشوا وطبعا هذا ابن الذيب مثل ما قلنا احنا عنده امكانيات خارقة ولكن المعروف عن قصاصين الاثر انهم يشتغلون حسب العادات والعرف العشائري والقبائلي يعني ما يدسون على ناس يروحون يلحقون ناس شيء مخالف للعرف العشائري والقبلي ولكن هذا الرجل اه متعامل مع السلطات وما عنده مبدأ يعني حسب الرواة فهذول الاشخاص لما ركبوا سيارتهم وفلوا لما شافوا الدورية مهم عرفانين لحد الان انه اه يعني متوقعين انها دورية ممكن شاكة بسيارتهم او شيء اه قلوا لك انه خلينا نشيل مهم عرفانين انه معاهم ابن الديب ولا ما ابن الديب يعني المهم مشوا يعني مسافات بعيدة وضافوا واحد البيوت في البادية وتعشوا عندهم وصاروا الوقت تقريبا شيء الساعة عشرة كمان ما حسوا دريو وإلا دورية الشرطة هذي الامن قاعدة تسأل عن نوع سيارة معين وصلهم الخبر للجماعة هذول اللي هنا عرفوا انه ابن الديب يعني بعد مسافات طويلة بالبادية جابهم عرفوا انه ابن الديب وراء الموضوع هذا قاموا ورشبوا سيارتهم كمان وهجوا بهالليل بل بصحراء ظلوا يمشون ظلوا يمشون يعني جماعة محتارين جماعة يعني واحد يعني ثنين مطلوبين اعدام وقصة ودحلم رب العالمين المهم صار يعني جماعة ودهم ينامون ودهم ينامون هنا يعني ما يقدرون ينامون الثلاث فانه ناموا ثلاث وظل واحد صاحي يرقب يشوف الوضع شلون يعني ما يقدرون ينامون الآربعة وطبعا هذول المهربين الآربعة هذول يعني بالليلة وهم يمشون بعد ما هجوا من عند هالعرب هذي اللي كانوا ضايفينهم يحاولون يسومون زكزاك بالصحراء يعني كل مسافة 10-15 كيلو يمشونوا باتجاه مشان يحاولون قدر الامكان يأخرون هذا ابن الذب وفعلا لما تعبوا ناموا للفجر صارت الفجر هنا وقاموا وقعدوا وكفوا في طريقهم حطة وخطة انه لازم يروحون يغيرون دواليب السيارة التايرات هذي يغيرون الدواليب هذي مشان يأخرون او انه لربما انه ما عد يقدر يكتشف هذا ابن الذب وينصاروا بأي اتجاه فهم راحوا باتجاه الرقة وراحوا فعلا على الرقة وغيروا دواليب السيارة هذي الجيمس ومشوا باتجاه كمان باتجاه دير الزور وضافوا لهم جماعة صار هنا الوقت العصر كمان ما حسوا دريو وإلا ابن الذب والدورية كمان حواليهم صاروا ما في دواليب ما دواليب انه يعني غيروا الدواليب للسيارة فما نفع معا هذا الامر قاموا كمان شالوا ومشوا طبعا هذي كانوا وين اي بيت يضيفونه دائما في واحد يرقب المنطقة لأنهم جماعة مطاردين ومطلوبين فالجماعة هذولا حاطين يعني قالوا لك انه هذا ابن الذب يعني محاولاتهم هذه وكلياتها انهم ودهم يتعبون ابن الذب يعني دورية الشرطة يقدرون ينامون اثنين ويظل ابن الذب والسائق هذا وابن الذب هو المتعقب الأثر ويحاولون قدر الامكان انهم يأخرونه ويبعدونه عنهم ويتيهونه عنهم ودهم الفتشيج ما في حل هذا لا حجهم لا حجهم طيب ايه وبعدين والحل مع ابن الذب يعني هذا ابن الذب اتعبهم صراحة صارهم حوالي ثمانية واربعين ساعة وهم طائرين بهالصحراء من الشرق للغرب للجنوب للشمال ما في مجال يعني هذا ابن الذب لا حط حد براسه ما في مجال جايبهم جايبهم ففكروا وقالوا اذا ودنا يعني نشتبك احنا الدورية ودنا نذبحهم ودنا كمان نحط شي برقوتنا غير اللي احنا مطلبين عليه فكروا انهم اذا هم يروحون بتجاه الحدود العراقية كمان الحدود مسكرة وما يقدرون يعبرون بالسيارة هذي فمشكلة فقاموا واتفقوا على خطة لانه ابن الذب هذ يعني تعبوا تعبوا هم من المطاردة بهالصحراء شرق وغرب وليل ونهار ما في الجمع هذي يعني ممدشرهم اللي يجيبهم فاتفقوا على خطة هم الاربع هذول وطبعا الخطة كانت على الشكل التالي هذول ابناء العشائر وابناء القبائل وابناء البادية يعرفون الصحراء بالشبر وهذا ابن الذب جايبهم جايبهم فاتفقوا على انهم يعني وصلوا الى منطقة عند العصريات تقريبا وصلوا الى منطقة في بادية دير الزور وودهم يسوون كمين للدورية بس شنون راح يكون هذا الكمين قاموا واتفقوا على انه لوذوا سيارتهم حطوها يعني وراء تلة وهم كلهم صاروا وراء تلة وقالوا الواحد منهم ينقال له فيصل فيصل يعني هما المكان هذا اللي هما وقفوا به قالوا لازم هذا ابن الذب والدورية لازم بما انه متقفي اثرنا لازم يمر من هذا الطريق فهم خبوا سيارتهم وراء تلة وهم متخبين وراء تلة قريب من السيارة بحيث انه الدورية لو وصلت لهذا المكان ما تشوفهم تشوف بس فيصل اللي ودي يروح يوقف على الطريق طبعا هذول اشخاص في واحد منهم السقماني السقماني هذا يعني مثل القناص هذا طلقته ما تخيب ابدا الاتفاق كان انه يفيصل تروح توقف بالمكان هذاك حوالي خمسمية الى ستمية متر وبس جه ابن الذب والدورية تبعيته يكون التفاوض على انه تسلمون ابن الذب وقالوله بس ترفع ايدك اول مرة وترفع ايدك المرة الثانية يعني ترفع ايدك اول مرة واذا رفعت ايدك المرة الثانية اعتبر على الدورية السلام المهم راح فيصل وقف بالمكان هذا ما فيه نص ساعة زمان ساعة زمان وإلا هذا ابن الذب والدورية جايين طبعا يعرفون هذا فيصل وفيصل يعرفهم فيصل يعني هذول مطلوبين الأربع يعني معروفين يعرفون بعضهم هذول وقفوا عند فيصل ها يا فيصل قالهم فيصل هنا ابعد عنهم شوي بعد ما نزلوا من السيارة واذ ابن الذب مع هاي الدورية حاول فيصل انه يبعد شوي عن السيارة ويبعدهم عن السيارة يبعد الدورية وابن الذب عن السيارة شوي فاهجموا عليه يريد يعني يلقون القبض عليه فقام رفع العصاية هو بيده عصاي رفع العصاية الفوق هذا السقماني النشاني القناص اللي معاه اللي وراء التلة خلال المسافة هذي قام اطلق طلقة باتجاه العصاية قاموا هنا هذول الجماعة شافوا قالوا كم معناتوا احنا بكمين قاموا هنا هدوا اللعبة شوي وقال يا ولد طول بالك قالهم لا تقربون علي أنا رفعت العصاية اول مرة وجدت الطلقة بالعصاية اذا رفعت ايدي مرة ثانية عليكم السلام شدون شدقول قالهم نفاوض احنا وياكم عليش بنا نفاوض قالوا لهم تسلمونا ابن الذب واحد مننا ياخذوا والثلاثة الباقين يسلمون حالهم ابدا احنا نسلم حالنا بس تسلمونا ابن الذب واحد منه ياخذوا واشنا نسلم حالنا ابدا كلام ظلم فما راح يقبلون هذول الدورية فقالوله حمان سلم ابن الديب وسولف غير هالسوالف هذي فهم يعرفون طبعا انه الدورية ما راح يسلمون ابن الديب فهذا كان جزء من الخطة فقالهم ما تسلمون ابن الديب خليني اروح عشاور ربعي وارجع لكم قالوله روح بمجرد ما وصل فيصل عند ربعه هذول الاربعة قام هذا السجماني واطلق طلقة باتجاه رأس ابن الديب وارداه قضى عليه وطبعا كانت الخطة هي القضاء على هذا ابن الديب اللي كان على فترة من 15 الى 20 سنة وهي المهربين والناس هذي ما يعني يحسبون حركاتهم وما يقدرون يتحركون باريحية لانه هذا ابن الديب يقولون انه ما كان يتحلب باخلاقيات المهنة يعني مثل مو معروف قصصين الاثر يجيبون حرامي يجيبون مجرم يجيبون مثل هيش امور يعني اما انه تلحق الناس على ارزاقها فهذه كانت الخطة المحكمة ورشبوا سيارتهم الجماعة وفلوا وهنا الجماعة الدورية ما عدا يقدرون لا يلحقون ولا يتقفون اثر وكانت هذه قصة اليوم عن ابن الديب وطبعا مثل ما قلنا احنا في عدة قصاصين اثر في الدول العربية على سبيل المثال منهم قصاص الاثر فلاح الشراري وحتى في بعض القبائل في السعودية مختصين او انهم يعني هذا الامر متجذر عندهم اكثر من غيرهم وتستخدمهم الدول او السلطات لفك رموز الكثير من المشاكل والجرائم اللي تحصل وتكون احداثها صعبة يعني على المحققين وعلى الامن انه ما يقدر يوصل الى نتيجة فيجيبون قصاصين الاثر هذول اشتركوا في القناة